أبرز إنجازات الهيئة السعودية للمهندسين ضمن خطة التحول الاستراتيجي فمنذ بدء مجلس إدارة الهيئة الإشراف على الهيئة بدورته الخامسة التي بدأت في مارس 2015 وتنتهي في 2018 حقق المجلس إنجازات عديدة في مقدمتها المشاركة في برنامج التحول الوطني للمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي للمملكة إعداد خطة التحول الاستراتيجي للهيئة السعودية للمهندسين تسعى الخطة للتركيز على السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع تأهيل وتطوير المهندس السعودي ورفع مستوى الأداء الاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدرتها وإمكانياتها الاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوب الهيئة وإجراءات العمل فيها والاهتمام بإيجاد مقار للهيئة واستثمار رصيدها وأموالها حيث تم شراء مبنى الهيئة بتكلفة 75 مليون ريال في موقع استراتيجي ومناسب ليكون مقرا دائما للهيئة في مدينة الرياض علما بأن قيمة المبنى قد ارتفعت أكثر من 15 مليون ريال بعد شهرين من شرائه كما عمل المجلس على تنمية واستثمار أموال الهيئة حيث تم وضع خطة لاستثمار الأموال والعقارات من خلال إحدى الشركات المتخصصة حتى يستفاد من أراضي الهيئة وتكون دخلا استثماريا دون أن تدفع الهيئة أي مبالغ إعداد وإطلاق برنامج التأمين الطبي للمهندسين السعوديين وذلك من خلال شبكة طبية واسعة وتغطية تأمينية متميزة وبفئات متنوعة يستطيع من خلالها المهندس والفني اختيار الفئة المناسبة له ولأسرته من فئات تبدأ بمبلغ 485 ريال ثم قامت الهيئة بإعداد وإطلاق برنامج اللجان الوطنية لخبراء الهندسة لكي تكون هذه اللجان مرجعا وطنيا للمعلومات الهندسية والمشورة الفنية لتقديم الخدمة في جميع التخصصات الهندسية وقت الحاجة تفعيلا للنظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي كما اهتمت بالتدريب والتطوير ودعمه للمهندسين من خلال دورات مجانية أو مخفضة حيث بلغ عدد الدورات المنفذة خلال الفترة الماضية أكثر من 150 دورة استفاد منها أكثر من 2500 مهندس ومهندسة وأيضا الاتفاق مع المعاهد المختصة ودعمها من الهيئة ليصل بعضها إلى 500 ريال للدورة بعد الدعم كما قدم المجلس عدة برامج لحديث التخرج استفاد منها أكثر من 900 مهندس كما تم تجهيز من أصة برنامج للتدريب الهندسي الإلكتروني عن بعد إي ليرنينغ وإعداد قاعدة بيانات بالمعاهد والمراكز التدريبية والمدربين وقامت الهيئة بإطلاق برنامج تحكيم القضايا الهندسية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التجارة وهي متعلقة بالقضايا التي تحتاج رأيا هندسيا وتحول للهيئة من وزارة التجارة وتقدم بسعر رمزي أو مجاني للمواطنين كذلك قامت الهيئة بإبراز أهمية الكادر الهندسي والسعي لإقراره والمشاركة بلجنة دراسة الكادر الهندسي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولقاء عدد من الوزراء وإقناعهم بأهمية الكادر لدعمه عند تحويله إلى مجلس الوزراء كما قام المجلس بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين آلية تصنيف المكاتب والشركات الهندسية لكي تكون مبنية على الجودة وتميز الأداء وأن تقدم تصنيفا عادلا ومهنيا سعودة المكاتب الهندسية بحيث تم التنسيق مع وزارة العمل بأن يتم احتساب طلاب كليات الهندسة ضمن متطلبات السعودة للمكاتب الهندسية وقام أيضا بتوفير عدد من المقاعد المجانية بلغ أكثر من 750 مقعدا لأعضاء الهيئة في المؤتمرات الداخلية والخارجية وساهم المجلس أيضا بفاعلية في تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الهندسية ففي شهر ديسمبر من عام 2015 تم تنظيم ملتقى التعليم الهندسي الرابع في الدول الإسلامية بالمدينة المنورة والذي شارك فيه أكثر من إحدى عشرة دولة من الدول الإسلامية بالإضافة لمشاركة وفد من اليابان ومن أستراليا والمشاركة في تنظيم أكثر من 45 فعالية من معارض ومؤتمرات وملتقيات هندسية داخليا وخارجيا استفاد منها أكثر من 1200 مهندس وحرص المجلس على المشاركة في برنامج البيع على الخارطة لتدريب المهندسين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة على أن تقوم الهيئة بإعداد البرنامج التدريبي للمهندسين وجداول الدورات التدريبية وأماكن عقدها وأن يتم اعتماد جميع الدورات واحتسابها في السجل الخاص بكل متدرب في نظام التعليم المهني المستمر بالهيئة كما اهتم المجلس بإعداد اختبارات أساسيات الهندسة والمهندس المحترف مع قياس والتجهيز لعقدها حيث تعاقدت الهيئة مع المركز الوطني للقياس والتقييم في التعليم العالي قياس لإعداد هذه الاختبارات وسيتم تطبيق هذه الاختبارات على المهندسين حديثي التخرج والوافدين للعمل الهندسي في المملكة بشكل تدريجي كما قام المجلس باقتراح وإعداد مسودة لجائزة التمييز الهندسي ونسعى لأن تكون باسم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وذلك لتشجيع الإبداع والابتكار في القطاع الهندسي في جميع القطاعات والتخصصات لإثراء العلم والمعرفة ودعم الابتكارات والتمييز في العمل الهندسي وسعى المجلس أيضاً لتوطين الكوادر الهندسية ودعم طلاب الهندسة وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب السعودي الذي تقوم به الهيئة وإطلاق برنامج للمساعدة في توظيف حديث التخرج وحرص أيضاً على المشاركة الأسبوعية في برنامج هندسي تلفزيوني يخص الهندسة والمهندسين على شاشة القناة الاقتصادية السعودية كما قام المجلس بإعداد برنامج تأهيل واعتماد المهندسين في كود البناء السعودي لرفع كفاءة المهندسين المصممين والمنفذين والمشرفين على مشاريع المملكة وأن تكون موافقة للمعايير المعتمدة في كود البناء السعودي كما اهتم المجلس بتطبيق تمييز الأداء التشغيلي في جميع إجراءات وأعمال الأمانة العامة وفروع الهيئة والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع الجودة من خلال قياس مستويات ومؤشرات الأداء التشغيلي فيها كما قام المجلس باختيار وتوظيف مراجع ومدقق داخلي ذي خبرة في هذا المجال لضمان دقة جميع إجراءات الهيئة المالية والتشغيلية وفق أنظمة الهيئة وقام المجلس بتتشين البوابة الإلكترونية للهيئة مع مراعاة سهولة الاستخدام وسهولة الوصول للمعلومة وخلال الفترة الماضية زاد عدد الأعضاء السعوديين المسجلين في الهيئة بأكثر من ثلاثة ألاف ومئتي مهندس أي بزيادة بلغت أكثر من ثلاثين في المئة خلال عام واحد وحرص المجلس على التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار لخدمة الهيئة كل هذا وأكثر حدث بفضل الله ثم بفضل إيماننا بالهيئة ودورها الفعال في نمو المجتمع ودعمنا المستمر لسواعد الهندسة فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر